تحف ثمينة يحوزها الصائم في شهر رمضان منها استجابة الدعاء وقد ذكر الله تعالى الدعاء في ثنايا آيات الصيام بسورة البقرة ليعلمنا أن للدعاء شأنا عظيما في رمضان فقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالروح في رمضان تصف وتسمو والقلب يرق ويخشع والعين تبكي وتدمع ووساوس الشيطان والنفس والهوى تكون جميعها في غاية الانكسار والفتور فيقبل الداعي على ربه بإيمان ويقين ويقف بباب مولاه منكسرا ذليلا يلح في الدعاء فيغدو عندئذ مسموع الدعوة وقريب الإجابة ولا يظنن مسلم أنه إن دعا ولم ينال إجابة دعائه أنه قد خسر كلا فهناك خير عظيم ينتظر الداعي وإن لم يحصل على عين مطلوبه ففي الحديث ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر فيا أيها الصائم الكريم ما أجمل تلك اللحظات التي تناجي فيها مولاك فتبث إليه شكواك وتطلب منه حاجاتك وتنزل به طلباتك فهو القريب المجيب الذي يقضي حاجات عباده المتضرعين إليه المنكسرين بين يديه قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون